في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية أعلن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبدالجليل بمجلس نواب عن انطلاق مشروع الحافلة الآمنة قبل ما تم السنة الجارية. هو مشروع من شأنه المساهم في عسرنة حافلات النقل العمومي للمسافرين مع إدماج تكنولوجيات حديثة تساعد على سياقة الآمنة. السيد عبدالجليل أوضح أن الوزارة تعمل على تقوية منظومة المراقبة الطرقية من خلال تسريع وتيرة تثبيت رادارات السرعة وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لفائدة مختلف مصالح المراقبة. من جهة أخرى أفد وزير النقل واللوجيستيك أن نسبة رضى الزبناء خلال مراحل الصفر على متن الخطوط الملكية المغربية بلغت مستوى إيجابيا خلال هذه السنة. فيما بلغت نسبة احترام مواعيد الرحلات حوالي 85% وذلك بحسب دراسة تقييم لمستوى الخدمات المقدمة أجريت هذه السنة. وأبرز الوزير أنه تتويجاً للمجهودات التي تقوم بها الخطوط الملكية المغربية أحرزت سنة 2022 وللمرة التاسعة على التوالي على درجة أربع نجوم لجائزة منظمة سكايتراكس وعلى جائزة أحسن شركة جوية جهوية بإفريقيا من نفس المنظمة العالمية المعترف بها.